أكد رئيس كتلة بيارق الخير البرلمانية النائب محمد الخالدي دعم كتلته لمقترح تشكيل كتلة جديدة في البرلمان تضم النواب المتحررين من كتلهم السياسية تأخذ على عاتقها تقييم عمل الحكومة الحالية وعزلها وتشكيل غيرها في حال لم يكن منها جدوى وقال الخالدي أن الخطوة التي مضى بها رئيس الوزراء عدل عبد المهدي بالنافذة الوطنية كانت موفقة للذهب إلى الفضاء الوطني واختيار شخصية النزيهة وذات خبرة وبين أن هذا الأمر لم يحصل ورضخ بالنهاية لإرادة الكتل والعودة إلى المخاصصة وضف أنه في ظل المعطيات الحالية فليس أمام عبد المهدي إلا خيارين إما الاستقال أو الفشل في الحكومة لأنه ليس من اختار وزراءها بحرية